بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته جاء في نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مناجات لله سبحانه وتعالى يقول فيها ما يلي اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم وتعلموا مبلغ بصائرهم فأسرارهم لك مكشوفة وقلوبهم إليك ملهوفة إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك اللهم إن فههت عن مسألتي أو عميت عن طالبتي فدلني على مصالحي وخذ قلبي إلى مراشدي فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حديثنا هذا اليوم يتناول موضوع الجانب الروحي في نهج البلاغة وما يرتبط به من صفات المتقين العابدين لله عز وجل وينبغي أن نشير بادئ ذي بدء إلى أن التعبير بالجانب الروحي في حياة الإنسان المؤمن هو تعبير فيه مقدار من المسامحة وذلك أن حياة الإنسان المؤمن غير مقسمة ولا مفصلة تفصيلا يمنع الاشتراك بين الجانب العبادي مثلا الجانب الروحي وبين الجانب المادي أو الحياتي وإنما هي حياة واحدة تختلط فيها الحالة الدنيوية بالحالة الأخروية والحالة الروحية بالحالة المادية وقضايا الدعاء بقضايا السوق وهكذا في أمر ممتزج لا نجد أن هناك فاصلة بين هذا الجانب وذلك الجانب لا توجد غرف مستقلة هذه الغرفة في فضاء عقله محجوزة بجدار عن الغرفة الأخرى والثالثة عن الرابعة وإنما هي صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة عندما يتلون الإنسان بلون الإيمان ويصطبغ بالصبغة الإلهية آنئذ تجد أموره متداخلة فلا محل للدنيا المنفصلة عن الآخرة ولا محل للآخرة المنفصلة عن الدنيا في حياته بل نجد هذا الارتباط الوثيق والتمازج الشديد بين الأبعاد المختلفة للقضايا لو أردنا أن نبين لذلك مثالا فإننا سوف نجد في هذا المثال وفي غيره أنه يبدأ من العقائد وينتهي إلى الفروع والأعمال اليومية للإنسان ليس كما نرى الآن في قسم من الفضائيات ونستثني من ذلك الفضائيات الملتزمة الهادفة لا سيما تلك التي تتبنى منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أننا نلاحظ في بعض أجهزة الإعلام من مرئية ومسموعة أنك تصبح الصباح مع القرآن الكريم الذي يدعو إلى الله تعالى وإلى الجدية في الحياة وإلى الفضيلة والتقوى وإلى مراقبة الله في كل الأمور فإذا انتهت تلك الفترة التي يسمونها الفترة الدينية نصف ساعة أو أكثر من ذلك يبدأ بها اليوم حتى إذا جئت بعد ذلك وجدت الأغاني الهابطة ووجدت الأفلام التي تدعو إلى الرذيلة ووجدت البرامج التي تخرب عقل الإنسان وتفسد روحه وتدعوه إلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى بل يدعوه بعضها صراحة إلى المعصية تزين له الخيانة امرأة متزوجة في مثل هذه الأفلام لكنها لا تمانع في أن تقيم علاقة حب كما يزعمون مع رجل آخر هذه دعوة إلى الرذيلة بشكل واضح بالنسبة إلى امرأة متزوجة وهكذا غيرها من الصور ما الذي يربط بين فترة الساعة الثامنة صباحا من القرآن الكريم وبين فترة الساعة الحادية عشر أو فترة السهرة أو فترة العاصر ما الذي يربط بينهما ذاك القرآن الكريم الذي يدعو إلى ذكر الله وبه تطمئن القلوب يدعو إلى العدل وإلى القصد وإلى رد الأمانة وإلى الفضيلة وإلى التقوى فإذا بتلك البرامج الأخرى تدعو دعوة مضادة ومناقضة لكل ما تقدم من آيات القرآن الكريم هذا الانفصال الموجود في أجهزة الإعلام في بلاد المسلمين ليس صحيحا أبدا ولهذا نجد على رغم كثرة هذه الوسائل الإعلامية فإن الجريمة لا تزال في ازدياد وإن الرذيلة لا تزال في تصاعد وهكذا والكل يشتكي والأمر واضح إن أحد الأسباب هي هذا الانفصال الذي تمارسه هذه الأجهزة ومن وراءها من من يضعون سياساتها عندما تجعل الدين والقرآن في فترة من الفترات هي الفترة الدينية ليس هناك فترة دينية في حياة الإنسان المؤمن الإنسان المؤمن تستبغ كل حياته بالدين تلون كل حياته وأبعادها بالإيمان حتى فرحه ولهوه وغير ذلك هو أيضا في ضمن هذه الدائرة ليس هناك ساعة لقلبك وساعة لربك وإنما كل الساعات هي لله وكل الساعات في نفس الوقت هي للقلب العبادة لله وهي للقلب والترفيه الحسن الهادف السرور إدخال السرور على من حولك على من حولك هو أيضا لله تعالى ولقلبك نؤكد على قضية الارتباط بين الأصول والفروع وبين أبعاد حياة الإنسان المختلفة لما لها من الأثر الكبير وإن طال بنا المقام قليلا لأضرب لكم بعض الأمثل على هذا الارتباط نحن معشر الإمامية نؤكد على قضية العدل ويعتبره علماؤنا أصلا من أصول الدين العدل الإلهي تابع للاعتقاد بالتوحيد ووحدانية الله عز وجل وليس المقصود منه مجرد فكرة وإنما ما لهذه الفكرة الاعتقادية من أثر في عموم حياة الإنسان فالعدل والاعتقاد به يأتي في قضية أخرى وهي قضية الجبر والاختيار هل أن الإنسان هل أن الإنسان مجبور في حياته ومسير لكي يعمل هكذا أو ذاك أو أنه مختار يتجلل أثر في الاعتقاد بالعدل في مثل تلك المسألة ويترتب عليه أيضا وعليها أمر الثواب والعقاب لو لم نعتقد بعدالة الله ولم نعتقد أننا مخيرين في اختياراتنا ومواقفنا لما ترتب على ذلك أمر الثواب والعقاب وتحمل مسؤولية الإنسان تجاه عمله بل أكثر من ذلك يأتي مثل هذا العدل إلى الحالة الاجتماعية فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فيما بينك وبين غيرك من الناس اجعل العدل ميزانا ومقياسا بينك وبينهم في تأسيس الأسرة الزوجية يقول فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة إذا لم تستطع أن توفر العدالة في النفق بحسب ما أمر الله تعالى به وحددها الفقهاء فاقتصر على الواحدة لأن العدل هنا مركزي وعليه يدور أمر التعدد وعدمه مثال آخر التقوى التقوى يشير رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صدره كما في الرواية ويقول ألا إن التقوى ها هنا وأشار إلى قلبه أشار إلى صدره لكن في نفس الوقت يقول هذه الحالة الموجودة في قلبك لابد أيضا أن تنعكس على سلوكك لابد أن تمنعك عن الظلم لابد أن تمنعك حتى عن الغضب حتى عن الانتقام تقربك نحو الانسجام مع غيرك التسامح معهم العفو وأن تعفوا أقرب للتقوى التقوى تستطيع أن تصنع لك موقفا هو موقف الصمود أمام المغريات وأمام المواقف الشديدة يقول القرآن الكريم إنه من يتق ويصبر فإن الله مع المحسنين التقوى تلحقك إلى السوق فتمنعك من الربا ومن المعاملات الباطلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ليس صحيحا ما يقوله بعضهم الدين دين والبزنس بزنس كما يقولون هو يصلي ويسبح في المسجد حتى إذا ذهب إلى السوق ترى المعاملات التجارية الربوية والمشتبهة وغير ذلك موجودة لديه القرآن الكريم يقول من التقوى أن تذر الربا وأن تذر الحرام وأن تترك ليست التقوى في دمعتين تنزل من عينيك مجردتين عن تصديقهما بالعمل الخارجي وهكذا وعلى هذا المعدل نحن نريد التأكيد على أن الجوانب المتعددة في حياة الإنسان هي التي تجعله مؤمنا عندما تنسجم تلك الجوانب سوقه مؤمن وعمله مؤمن ودعاؤه مؤمن وتعامله في بيته مؤمن وهكذا عندئذ يستبغ بصبغة الله عز وجل وأما هذا الانفصال الحاصل عند بعض الناس فهو غير صحيح لاحظوا مثلا الصدقة الصدقة عندما نتحدث عنها يتصور بعض الناس أن الصدقة هي معنى أن يعطي الإنسان فقيرا مبلغا من المال لكن الصدقة التي تعني التصديق بما أنزل الله وبمواعيد الله عز وجل هي برهان على أنك تؤمن وتصدق بما جاء به الأنبياء عن الله هذه تتمدد على مساحة واسعة إماطة الأذى عن الطريق صدقة أن ترفع حجرا يتعثر فيه الناس عن الطريق هذا صدقة أن تحذف العوائق في سبيل المسلمين هذا صدقة بل في بضع أحدكم صدقة اقتراب اقترابك من زوجك واقترابك من زوجك وممارسة هذه العملية المحللة لكما من قبل الله عز وجل هذه صدقة كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في مجمع من أصحابه في بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر الصدقة لا تنحصر في إعطاء الفقير في العلاقة الزوجية صدقة في إماطة الأذى في إماطة الأذى عن الطريق صدقة في القيام بأعمال التطوع الخيري الاجتماعي صدقة في إعانة الآخرين في قضاياهم صدقة في بذل ماء وجهك للمجتمع صدقة وهكذا فأنت ترى الصدقة قد تمددت على كل هذه الجهات إذن لا نستطيع القول أن هناك جانبا محددا نطلق عليه الجانب العبادي والروحي ولا ربط له ببقية الجوانب وإنما هي جوانب متداخلة متعاضدة متشابكة نتحدث عن بقية لهذا الحديث في وقت آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته